ولسه بنكمل أو بنبتدي مع حضراتكم حلقتنا في نهارك سعيد وخيرا نعلق على أهم الأخبار المنشورة في صحافة النهاردة 28 يناير 2012 بيشرفنا يكون معنا أستاذ خالد البلشي بديل تحيير جديدة البديل الإلكترونية نهارك سعيد قبل ما أقول الأخبار كده 28 28 نهاردة 28 نهاردة ذكرى جمعة الغضب الأولى اللي هي يعني اللي احنا كنا كلنا مش حارفين نتكلم مع بعض خالص إن شركات الاتصالات قررت أن تحرمنا من الاتصال ببعض واللي كانت يجيتها سقوط عدد كبير جدا من الشهداء وأنا أعتقد النهاردة فيه دعوة لمقاطعة الشركات الاتصالات ردا على ما فعلوا في الناس تلات شركات لأن في اليوم ده مصري تقريبا تقطعت عن المصريين تقطعت عن بعض خالص ما عادش فيه اتصال ما بينهم وبين الناس وده زود فيه دعوة قضائية رفعت على الشركات التلاتة بسبب اليوم ده لأن كثير من المصابين ما أدركوش ما أدركتهمش الإسعاف عشان ما فيش تلفون يتسلو بيه كثير من الـ كان ممكن إنقاذ كثيرا من الشهداء في اليوم ده بسبب عدم وجود تلفون لم يتم إنقاذهم بعيد عن ده كمان ده كان يوم اللي هو أنا تقدير إنه هو بداية اكتمال الثورة اللي هو يوم سقوط الداخلية وبعد ما مارثته من عمف الشديد ضد الناس وده اليوم اللي بدأ إن لما حبوا يعملوا صورة مضادة استغلوا ضد الصورة وكلموا على فكرة الهجوم على الأقصام ولم يدركوا أن الهجوم كان من البداية عكسي يعني الداخلية هي اللي هجمت الناس في الميادين مش الناس اللي راحوا لها الأقصام في الأول يعني الناس كانوا في الميادين فالداخلية هجمتهم فردوا عليها وفردت ألقاء في الأماكن اللي بيهجمه اللي بيخرج به الهجوم وعشان كده أنا أستغرب كثير من الأحكام اللي صدرت في الفترة الأخرين خصوصا حكم السيدة زينة بغيره وغيره كلها بالإفراج أو البراءة يعني بتاعم خينا استعرض الأخبار الموجودة في صحافة النهاردة وزي ما قلت مرة تانية 28 يناير 2012 من الشروق الشهداء يقضون الثورة من جديد المصر اليوم غضب في الميدان ضد العسكر والإخوان جمعة الكرامة إسرار على التطهير ورحيل العسكري واشنطن تهدد بقطع المعونة ربدا على منع نشطاء أمريكيين من مغادرة القاهرة من مصر اليوم الشاطر بيقول جماعات الفوضى قد تؤخر نقل السلطة للمدنيين من الشروق Human Rights Watch بتقول توقف الانتهاكات في مصر يحتاج إلى إرادة سياسية تويتر يفرض رقابة على التعليقات التي ترفضها الحكومات وأخيرا الحنبولي حكاية أول خط بعد الثورة نتدي بالشروق والشهداء بالشهداء يقضون الثورة من جديد وطبعا العنوان فيه عنوين تانية كمان غضب في الشوارع والمصيرات ترفع صور الشهداء وثلاثة اعتصامات في التحرير وأمام مزبيرو ووزارة الدفاع العنوان الأساسي الشروق اخترت أنها تركز على مشسيرة شبراء اللي كان فيها نعوش للشهداء واللي هي دخلت التحرير وفي طريقة وقفت قدام مزبيرو الاعتراض والمطالبة بتطهير الإعلام ثم دخلت التحرير بعد ذلك ومعهم نعوش الشهداء وكانوا ألاف إنما كان فيه مسيرات تانية وكانوا من الميدان ومن الميدان إلى مزبيرو صحيح ومن الميدان إلى وزارة الدفاع لحصل إن بارح كان يوم مهم جداً عشرات الألاف كانوا في الميدان الصبح ومع دخول المسيرات تحولت لمئات الألاف والإصرار كان واضح كان فيه مطالب واضحة يستكمل الصورة وتسليم السلطة للمدنيين بشكل أساسي والجزء الأهم كان تطهير الإعلام أنا تقديري أن المطلب الأساسي هو التطهير بشكل عام وكان تطهير الإعلام اللي هو تحول المشهد في الآخر من التحرير إلى مزبيرو بالاعتصام أو بالمظاهرات الشهادة مزبيرو وتشهد مزبيرو تضفق العديد من المسيرات من الميدان أنا كان مسيرة تنتهي ويليها مسيرة تانية وده واضح أنه هو رفض لسياسة الإعلام المصري وعلينا أن نتفق على ذلك يعني الناس كان عندهم أمال كبيرة بعد ما حدث في 25 وبعد تسليط الكاميرات على كبري فاضي وبعد ما حدث في معركة الجمل أن يتغير الإعلام لكن خلال سنة فاتت لم يشعر الناس بهذا التغيير بل بالفعل الإعلام شارك في جريمة لأول مرة ربما لم يشارك في الإعلام المصري وهي جريمة التحريد من مواطنين ضد مواطنين في أحداث مزبيرو وبعد كده شارك في تشويه من صنعوا الصورة أو من كانوا طرفا في صنع هذه الصورة والنشطاء وكأننا نعود من جديد لنرى أن التلفزيون المصري في لحظة واللحظات كان أحد أزرعات الصورة المضطرة خليني كمان أستاذ خالد أقف شوية عند فكرة أصلا اختيار قدام مزبيرو كمكان للتظاهر لأنه عشان الناس دولة بتقول أنه الناس رايحة تقتحم مبنى مزبيرو وبعد ذلك أن ده مش مطروح خالص من المتظاهرين وهو اختيار المكان كان ليه علاقة زي ما حيك بذكرتنا كده لما كانوا بيجيبوا صورة الكورنيش فاضي وما بيجيبوش من دان التحييف الناس راح تدوم في المكان اللي هم قدرين يسوروه وكأنه ترياءة يعني على هي البداية أنه هو انت مش بتصور طبعنا عقفين لك هنا ده البداية إنما فكرة الاقتحام أنا أظن أن اقتحام مزبيرو بالمناسبة مزبيرو كان قبل كده بيقف قدامه دبابات ودلوقتي ما بيقفش قدامه حاجة والناس ما بتقتحمش والأعداد كانت ضخمة جداً ما بتقتحمش هي الناس رايحين يوصلوا رسالة واضحة وعرض كاذبون على الإعلام على مزبيرو على مبنى مزبيرو هو عرض رسالة واضحة للناس هو بيقول له طالما انت مش شايف ده وإحنا بنعمل ده ولا ترى هذا الإعلام ولا ترى هذه الفئة من الناس فانا أنا وصل لك لغاية عندك وأنا أعتقد أن التلفزيون مبارح اضطر لأنه يتعامل مع الحدث لأنه خلاص بقى حدث في بيته خلاص أنا انت مش عايز تجيلي الحدث في مكاني أنا هاجب لك الحدث في بيتك ده ده الرسالة وأنا أعتقد الرسالة اللي هي جزء من استكمال هذه المطالب زي ما احنا بنقول محاكمة خطرة الشهداء وزي ما نقول تسليم السلطة هو استكمال على مؤسسات أخرى منها الإعلام وتطهيره ومنها مؤسسة النيابة العامة والنائب العام وتغييره يعني وده اللي حصل في المحاكمة التي جرت في الميدان واللي كان فيها طرفين هي سوزان مبارك والنائب العام فالرسائل واضحة دي ناس عارفة هي راحة فين وبحددها هدفها وفكرة رسائل العنف اللي الناس بتحاول تتصدرها هي غير موجودة بدليل أن خمسة وعشرين كان فيه ملايين في الشوارع مبارك فيه مئات الألاف في الشوارع وما حدش وما عملوش حاجة كمان العدد لما العدد بيبقى كبير كده حتى لو فيه حد ناوي يعمل حاجة من برا ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش ما يعني حد كنت مرة كلما حد سياسي مرة قال لي فكما ثقافة البلطغي أو المحرد يا ثقافة جبن ثقافة يخاف ما يختشيش بزا؟ فطول ما فيه عدد كبير وفيه إرادة شعبية ما حدش يقدر يقرب للمساعدة لأنه إذا هو يبقى دخل في مكان اللي هو ينتهي فيه وبعدين وكل الناس دي مش طالعت بلطج كل الناس دي بطلعت طالب بأهداف بدليل إنها عندما موريسة ضدالة بلطجة في قاعة تصوارها هي كيف بترد وتدافع عن نفسها فقط تنخينا أخذ دوجة النظر التانية والاعتصامات في الوقت الحالي برضو بعليها علامات التفهم والاعتصام إذا كان أمام ما سبيره أو إذا كان في مدان التحرير شيء بقى غير مقبول وناس كتير معطردة عليه وما جدوية يعني اللي حاصل باختصار شديد أنه الآن ميدان التحرير مفتوح للمر فكرة لعت... إنما يعني أنها حارف فكرة لعتصام ده كلام بمنطقة عطيل الإنتاج لم يزبط هذا لا مش بكلم مفاجأة لم يزبط هذا طوال الثالي فاتت بدليل أن صادرات المصرية زادت خلال عام الثورة اللي هم كلهم بيقولون بجد زادت؟ زادت بلقاء حكومية 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 بلقاء حكومية مفاجأة ففكرة إنها بعطل ده كلام ده مش حقيق يعني أنت بتتربى مطالب الصلاة ويتخوفهم من طريقة حصول مطلبهم طريقة حصول مختبئة طريقته عطينبهم تبقى يعني فقط لما بال freed up يقعدوا يعملوا الأعلانات الدولية حي انسان وقعدوا يعملوا حقوق الإنسان وقعدوا يعملوا حقوق البشر وتريقة مطلباتهم بها ما كانوا كانوا عيين تماما إن في هي حاجة يسمى مهي اعتصام واضراب ومظاهرات وكانوا عيين تماما إن هذي الأدوات بالأساس الجزء الأساسية هي تعطين العمل للضغط على الناس عشان يحققولهم مطالبهم. مم. ومع ذلك السالفة تدفنى انا مش فكرة ضد راتصان بس ربما ضد مع تقنين فكرة قفل شوارع وفتحها. مم. وانا مثلا نرافع قضية على المجلس العسكري لانه قفل تلات شوارع. اصلا. اه هو يعني هما بيكلموا. اه محمد محمود. اه لانه بيكلموا على ان المتظاهرين بيقفلوا وهم بقالهم شهر قفلين. مم. والعجلة ما فرقعتش ولا ولا وقفت ولا اي حاجة العجلة شغالة وكل حاجة هي لما بيقفل بتبقى. من رغم ان الناس بتقفل في ايام اجازات. اه. اللي حصل ان الناس فيهم الدكوائس قوي ورمدية التحرير. صباح كل مليونيات كبيرة جدا. تقفل. بيرجع يشتغل تاني. اه تاني. والناس قاعدين معتصمين في اماكن اللي عتصم في الميدان. بس الميدان شغال. صحيح. ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وعصد ومجلس. الشيخ رحان. والشيخ رحاني. محمد محمود لمقفلين. صحيح. طبعا احنا كده تقرينا على الخبر البعده بتاع الاه بعد بعديل اهرام جمعة الكرامة اسرار على التطير والرحير العسكري. اه. اه. وحيخاني ده. في النص هطلب على مطلب تسليم السلطة. السلطة مدنية. بس في النص خيني. غضب في الميدان ضد العسكر. والاخوان. اه. ده كان. بدأ احسا شوية مناوشات بين مجموعة من الثوار. وبين مجموعة من الاخوان المسلمين. الحقيقة مش هدا ما كنتش حبه قوي بس. الحقيقة لازم انه نقب قدام الصونعة ازاي. يعني انا انا كنت اتمنى ان يكون الميدان واحدا مسلم ما كان واحدا دائما انه حصل ان انت في ظل ان هناك شوها ده لم يحصلوا على حقوقهم. وفي ظل ان لسه لم نحقق شيء من يعني حققنا ان هناك شعب الحقيقة. وده اهم في المسألة. ولا اذا كنا نحتفل في يوم فنحتفل ان احنا استعادنا هذا الشعب. اللي هو حاوله يموته. او قاله انه ما كان معادش موجود. انما ففجأ الناس بالاخوان بيحتفلوا. فاللي تحتفل. بس انتفرد رأيك على الجميع. عارفة اللي حصل لما تنزين الميدان تكتشفي ان كل الاعمدة اللي موجودة اللي اللي مع الأصطنية فيها ميكروفون. في كل جوانب الميدان فيها ميكروفون عشان يبقى الصوت اللي طالع من النصة اخوانو هو صوت الميدان بس. دهあの منظيف ب 골�طقة فكرية. لأ دي بالطقة فكرية. يعني 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 دائما الميدان بيبقى فيه التنوع بيبقى فيه اكتر من منصة بيبقى فيه اكتر من حاجة. اما احلى الايام nacional ما كانش في منصات خاص. اه يعني حتى لو في منصات لما بيبقى فيه اتناشر منصة كان كلهم بيتكلموا وكل من قول Hawaii انا روح اسمع ده واس ده انا امبارح شفت ست بتقول له طب يا ابني انا مش جاية مع حد بس انا جاية اسمعك واسمع غيرك. طب ليه ما تخلتنيش اسمع التاني؟ هي الفكرة فده جزء فالناس توجهوا ضدهم المسيرات كان عدد هما عدد الاخوان لم يكن كبيرا امبارح واعتقد امام الجحافل بتاع 25 كان عددهم محدود. فالناس حصل ان المسيرات كلها في ظل هذا الارهاب الفكري اللي انا شايفه بلطجة فكرية دخلت على منصة الاخوان وبدأت تهتف ضدهم. النتيجة ان في الاخر شالوا يفطط الاحتفال بالثورة وبدأوا يهتفوا ضد العسكر وبدأوا يهتفوا لان ده مش احتفال. طيب انت من الاول عملت ده نيه؟ هو يعني هم غيروا اخوان نفسهم غيروا وهتفهم بعد اخر اليوم. اه غيروا هتفهم بعد. لا بعد ما الميدان بقى فيه اعداد اكبر منهم. اه. اه يعني الحقيقة ده تغير الموقف ده شيء. ده شيء ايه بقى فيه علامة استفهام. طبعا في الاخر تم استدعاء ناس من الاقالين وبدأت المسألة بالليل كده في محاولة ان احنا مش يعني بالرد خفيف بدأوا يلبيك اسلام البطولة. وكأننا في معركة مع الناس ضد الاسلام. بس الحقيقة الاساس انه تم التغير وبدأ نتكلم على فكرة هتفات زي الهتفات الموحدة في اللي حصلت في الميدان. اه. 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 فانا انا كنت اتمنى لحدو سادا المشهد والمناصة اخوان بعد كده تدركت الموقف عشان لجل الحق يعني عشان نستكمل. وهتفت ان احنا كلنا ايد واحدة وعايزين الميداني رجع تاني. اه. 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 الحقيقة الخبر دلو شقي. شقي الاولين المعونة التي ما زلنا يتم بيزلون بيها لغير دلوقتي. يلو درعنا بيها. وفكرة وانا وانا ودرعنا بالمعونة العسكرية تحديدا. اللي هي اه خارج رقابة مجلس الشعب. واللي هي في اسراء لانها تكون خارج رقابة مجلس الشعب. والجزء التاني منع حد من السفر. الحقيقة انا ضد ده. وضد ده. اه. يعني عشان لو انا لو انا بموقف واضح. انا ضد ان تقيد حريات اي بنا ادم. طالما لم يكن ليس هناك اسباب لتقييد هذه الحرية. اه. الجزء التاني انا ضد ان تكون تابعا لاي دولة. المجرد انها بتديك واحد وثلاثة من عشر مليار لا استفيد انا منها بشكل شخصي. يعني الحقيقة واحد ثلاثة من عشر مليار جعلتنا تابعين. جعلت تسليحنا مفتوعة لاناك. في الوقت اللي ده الناس بتتكلم بتتعلل بان رقابة ميزانية الجيش. اه. حاجة خاصة. اه. حاجة خاصة لان عشان اسرائي الحربية. انت رايح تدي اسرائي الحربية برا. وبتمنع عني رقابة على مشروعات الاقتصادية اللي هي بتشكل تلتر اقتصاد الوطن. يعني الفكرة هي المسألة يحرب مصالح اقتصادية. فانا ضد ده وضد انك تمنع حتى لو امريكي الا اذا كان هناك اسباب قوي المنع. وكمان اتمنى اذا كان هناك اسباب قوي المنع ان تقف امام هذه الضغوط. ما يضغطكش مصالح اقتصادية. لو انت بالفعل منعتهم نتيجة انهم مثلا بيمارسوا اشياء ضد امنك القومي فهي يجب انت يظل موقفك سابت. اللي ما اتوقع انه لن يكون موقف سابت. هو طبعا احد الذين منعوا هو ابن احد الوزراء الامريكيين. اه. الوزر الامريكي. واللي هو اه. لا انا بكلم على مصادر الضغوط. بس الاخطر انها هي المنظمات التي تعمل في مجال حول الانسان واللي هي السلطة القائمة في مصر اعتبرتها احد اسباب انها تضغط عليها وكلام كده. وده اللي علاقة شوية بالخبر بتاع الشروق بتقول توقف الانتهاكات في مصر احتاج الى ارادة السياسية. بالضبط. اللي هو فكرة. اه. عندما تكون حرا فانت فان الوقت بتبدي عندك ارادة سياسية فانت خلاص هتوقف الانتهاكاتك. المسألة مش اكتر من انك يكون عندك ارادة لوقف الانتهاكات اللي بتحدث. تمام. اه. في خبر من مصر اليوم صفحة ثلاثة. الشاطر. اه خارج الشاطر. يقول جماعات الفوضى قد تؤخر نقل السلطة للمدنيين. جماعات الفوضى اللي هو مقصود له. يعني هو احققا للحق. الشاطر مبارح طلع بيان لنفي هذا الكلام. اه. ده مش مش حقيقي. لا. هو اللي قاله اللي قالته الفجارو في الحوار اللي معاه. هو كان قال ان الناس اللي بيسروا الفوضى وضرب مثال مش حاجة غريب جدا بما حدث في محمد محمود ومجلس الوزر. اه. بس مبارح اصدر الشاطر بيان اه مساءا. اعتقد ان مصر ملحقتوش. قال في ان انا انا اتكلم عن جماعات فوضى اصلا. اه. وان ده وسيء تأويل الكلام بتاعي. وان انا ما قلتش الكلام ده بالاساس. بس. هي الخطورة. اذا كانت رسالة صحيحة فهي خطر جدا. اه. اه. اصدر اصدر الجماعات الفوضى اصدر المواطنين. اصدر لا اهو حدد. محمد محمود وواجبس الوزر. المتظاهرين. المتظاهرين يعني. اه. اعتقد ان هو كان امتدادا اللي بيحدث في الميدان. اه. بس بالاخر هو نفى وقال ان. السوقات يكون ايه لجماعات الفوضى اصدر الناس اللي اتزق الادي الخفية الايد الثالثة. انا اصدر ان هو قانيت كده يعني. شكنا انا باسأل تفصيلا. اشان نبقاش بنستاهي. النص واضح. يتكلم على فكرة. اه. حسب المترجم. مشهنا ان مواجهات التي شهدها شارع محمد محمود في نوفمبر الماضي. اه. واحداث مجلس الوزراء. واستبعد الشاطر ان يأتي التأخير في تصنيم من جانب الجيش. اه. اوكي. هو في محاولة للتهدئة. اه. يعني. ايه. انا تقدير ان هو اتفاقهم ما يجري. بس في الاخر يعني. خلينا تتوقف عند اللحظة الاخيرة اللي هو قال فيها. لا انا ما قلتش جماعة الفوضى. اوكي. ماشي. اه اه. 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 اه في البلد اللي تطلب بس مش همنحها مستوى العالم. اه عشان ايه برضو في حد بيشوفها. اه اه اه. وضرب مسل بما يحدث في فرنسا يعني وقالك ان فرنسا والمانيا بيرفضوا تعليقات اللي ضدنا زي. اه. فدية احنا بنمنحها. بس هو خطورة ده انها ربما يأتي المجلسة عسكرية في مثلا في مصر ويرفض التعليقات ضد المجلسة عسكرية. الهاشتنزل اللي هي علاقة. اه بس ده ما حصلتش بس هو بيجي بطلب مبرر حسب كلام تويتر يعني حسب كلام تويتر. ا بيتقدم له حيثيات تقديم هذا الطلب في يوافق عليه او ليوافق عليه. اه ده محكمة دولية يعني او حي كده. اه. الشركة بتاعتهم يعني. هما عاملين شركة وانت بتخش في قواعدها. اه. وبتتوقع على القواعد وانك موافق على القواعد. اه. 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 فجزء منها انه هو بيمنع التعليقات اللي انت تطلبيها. اه. اه. اللي الدول تطلبها. هو ضرب مسال واضح بالنازية بالنازية في فرنسا. بس هو مبارح وطور القواعد بتاعته شوية. اه. بحيث لو انا قل لها فتظهر في كل الدول التانية مع عدم مصر. اه. اه. فهمت اصدق. ماشي. اه. ده شيء بتالي. انا اعتقد ان تطور كويس بس وامع. بس الناس بيدغطوا عليهم عشان الغاء هذا التطور اصلا لان المسألة هي ساحة. لان الناس كلها تتكلم فما ينفعش تقايد فيها حرية. اه. اه. يا فرد رقابة بشكل عام على الف افكار يعني. اه. اه. الخبر الاخير. بس قبل منتقل الخبر الاخير الحنبول. اه. قبل منتقل الخبر الحنبول يعني. اه. انت شايف الدنيا بعد الت ثلاثة يام مزاهرات من الاربعة الخميس والجمعة. اه. اه. مسيرات كثيرة بتجهو شوارع مصر. الشباب زي الفل وشباب زي الورد. اه. وبنات ورجالة وستات واطفال. انا شفت ناس مسكها باعيال شهر وشهرين. اه. 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 حاجة يعني مبهرة يعني. اه. اه. ومطلب بواحد في كل المسيرات. تسليم السلطة. هو تسليم السلطة باسرة وقت ممكن. وان كانت السينارات كلها حتى الناس مش فهمها. اه. انت متوقع يا يا خاند. انا انا بصي. انا ت من العسكر انتهى بشهداء مجلس الوزراء ومحمد محمود ومزبيره. اللي هو بمقاومة شارع قرر ان يعني انا شهيد. طلع. لو انا صريتها على البقاء في السلطة. احنا الان امام سيناريو الاهم كيف نصل الى سلطة مدنية دون تدخل دون اعادة لهذا السيناريو من جديد. اه. اللي هو انا عايزين تنتقل السلطة لسلطة مدنية الان. ويبنى الدستور داخل السلطة المدنية. هناك حلول مطروحة جدا. اه. بس خاني يقولك بقى انتو عايزين اي ما هو في شهر ستة. الجمال اللي بتتقلب نسمعها برضو عم محتاجين رأينا. ما هو شهر ستة فرقت ايه مش شهر ستة فرقت ايه. انا نسمعت ده كمان وانا جاي في الراديو بس. هي الفكرة الناس مش فهمة ان المسألة اولا ازا الناس بيقولك طب هم عملوا ايه? هم الحقيقة عملوا كتير جدا. هم يعني مساحة الجرائم كانت اوسع من السنة ربما تحتملها سنوات. وفيه شهده ميد شهيد. وفيه مطالب بسيطة جدا كان يمكن تحقيقها بقرار مثل حد اقصر العجور ولم تتحقق. وفيه يعني فيه وفيه وفيه. محكمة شهده. محكمة قتلت. والمحكمات التي. الهزلية التي رأيناها بشكل عام. والنيابة عندما خرجت لقول. دي المطالب المعلم. دي المطالب. فده انا غير وصخ في هذه السلطة. بداية. البداية التانية ان انا عايز اعمل دستور بلدي في ظل سلطة مدنية دون ان يكون هناك من يضغط لوضع شروط جديدة التي تعيد هذا الوضع من جديد. وده المطلب. والحقيقة المطلب بقى فيه اكتر من سكة دلوقتي ما تروح. يع يعني فيه اكتر من طريق وكلها طرق تصل بنا للحل. الطريق ان احنا عندها بكرة انتخابات شورى مش فاهمة اصلا. وما حدش مهتم بيها واسأل حد في الشارع مين المرشح اصلا. اه فدي اه فدي اه يعني جزء الغاء هو التعجيل بانتخابات الرئاسة. وانا اعطاك بس ده خلاص بقى حل خلاص بكرة للانتخابات. الجزء التاني ان يتم ان يتم تسليم السلطة رئيسة مجلس الشعب المنتخب باعتبره هو احنا جبناه خلاص. ده بقى عندها مؤسسة منتخ فيه حق فالاخوان طبعا قرروا احنا قررنا نرينا عليهم الجرس ونسلبهم السلطة على الباب فاسبوها وجريو. مسئولية اصلاح صراحة. هم كمان لن يواجه هزي المسئولية الان ولا يتحملوا السلطة كاملة لانهم عندهم مشروع اكبر من هزي المسئول. مشروع ممتد. هم عارفين انهم بيبنوا براحتهم. اللي هو اي بقى? اللي هو هو عندهم دولة 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 ودولة تمتد للمنطقة بالمناسبة. وهم يدركون انهم لو ضربوا في مصر فخلاص المشروع كله تهد. اه ب اه بزبط. فهو مش هيخدها دلوقتي. تمام. الجزء التالت بقى فيه حل وسط تم تقديمه. ان خلاص مش عندي مجلس شعب. ينتخب لي مجلس الاسم. ينتخب الانتخاب من خلال السلطة المنتخبة اللي انا انتخبتها واللي انا جبتها كشعب. اه بحس تدير ووضع الدستور وانتخابة الرئاسة. تمام. انا احنا عندنا كمان فقرة نهار ده عن عن المقترحات لتسليم السلطة نهار ده في اخر اليوم في نهارك سعيد. فالمهتم اكتر هنا في تفاصيل عن اللي قاله استاذ خ انا في اخر الحلقة ويكون معنا كمان استاذ عساملس لمبولي. اخر خبر بقى. الحنبولي. الحنبولي. الحنبولي حكاية اول خط بعد الثورة. الحنبولي الحقيقة اه اه انا تقديري ان في ساعات في بعض اللحظات يعني اجهزة الامن تحاول تسنع اساطير كبيرة عشان الوصول لها نجاح كبير. الحنبولي دي هو ولد صغير. اه اه. هو شاب. اه اه. هو الفكرة هو اتمسك ازاي? اه اه اتمسك ووراها عند مراته التانية. يا حبي. بما يعني انه. في السنة ده مجو براحته وبعدين صنع يعني تسوهمة في صنعه من خلال النواقه. ده بيعمل ده بيساوي ده بي. وتم كل الجرائم اللي كاية بترتكف في القصر وفي المنطقة في القصر واينا وكلام كده. كان فيه واحد بس هو اللي بيشيله هو الحنبول. اه. ما هو فيه مجرم مش موجود. اه. الحقيقة والنواردة. اه. الحقيقة هو اتمسك. ولما اتمسك هو اتراجع عن كل الكلام اللي كان بيقوله. اللي قالك ان روحت عزيت مدير الامن في بيته ومشيت وكنت بتحرك براحتي. اه. اه. قال له وقال يعني لأهله ان هو وفي لحظات ما اتمسك قال انا عارف ان محدش هيفتكرني بعد الناس ما فتكرش اللي ماتوا. بس هو اكد ان هو لم يرتكب حدسة قتل من الحوادث اللي وجهت له انا حرامي. اه. لك رجل محطر مجريم. لأ حرامي بس با تمام. يا ارتكبت كل حوادث زرقة بس انا ما قتلتش. هو قال كده. اه. فانما في الاخر يعني ربما بتبقى الله هي عن الحوادث الشعبية. وانا ربما تطيع تحول الحنبولي بعد كده لايش. مجرم عادي تم القبض عليه وانتهت القضية اه تمام طيب على هموم استاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية شكرا جزينا عن جودك معنا حافظ شكرا ونورتنا وإلى الله خالص مكايد ونيف سعره أصلي كلمة خطة المتالي يحتاج عمل الأذكر كده وفق أصلا ايه كلمة خطة المهم خلونا نحشوف التقرير اللي جاي ونرجع نكمل بقيت فقراتنا في نهارك سعيد